مرحبا ضفنا العزيز مهندس مدحة يوسف ناب رئيس هيئة البترول الأسبق مهندس مدحة مساء الخير وكل سنة وحديك طيب مساء الخير يا عصيز عمرو كل سنة وحديك طيب وحضرتك بخير يا فن والله يسلم حضرتك شفت ازاي القرار بتاع أوبك بلاس لعالم كله ملوش سيرة بقالنا يعني يومين اهو غير على القرار ده وتدعياته هل حركة فجيته ولا ده كان قرار متوقع يعني او خطوة متوقع هي كانت قطوة متوقعة بالتخفيض ولكن ليس بهذا القدر من التخفيض اللي هو بحوالي 2 مليون برميل يوميا ولكن كان السوق في حالة كان بينهار سعريا نتيجة حالة من التشبع في امدادات النفط بالنسبة للعالم وكان دول العالم كلها جلجت لجأت إلى في الفترة الأخيرة إلى تكوين مخزون كبير جدا من النفط وبالتالي واضح أن بعد امتلاء الخزانات في دول أوروبا والدول الكبرى المستهلكة للنفط ذات الساعات التخزينية الكبيرة كان النفط حيتجه إلى كانت واضحة جدا أن يتجه إلى المزيد من الانهيار السعري فكده أوبيك بلاس طبعا كان يهمها بالمقدار الأول الحفاظ على استقرار الأسعار أسعار النفط في حدود محددة عشان كده جاءت كمية التخفيض بعد دراسات مستفيدة جدا من اللجان الفنية المشكلة من دول أوبيك بلاس وهي يعني تعتبر من معظمهم من السعودية والإمارات ودول الخليج وروسيا فطبعا كان واجب على أوبيك بلاس أن هي تتخذ جراء حماية لها خصوصا أن من فترة صغيرة جدا من سنتين فقط دول أوبيك بلاس اتعرضت لانهيار سعر ضخم جدا أثر على اقتصاد جميع الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم وانهار السعر درجة السعودية في إبريل 2020 أعلنت على سعر البرميل للنفط السعودي المحمل إلى دول أسيا إلى بمقدار 8 دولار فقط للبرميل فطبعا الدول دي لن تعيد القرى مرة أخرى وتعيد قرية انهيار أسعار النفط في ظل امتلاء خزانات الدول الكبرى من النفط وتاخذ إجراء حاسم وكان هذا إجراء حاسم من دول أوبيك بلاس للوصول إلى مستويات سعرية مناسبة للدول المنتجة للنفط طب ليه أمريكا متضايقة من الخطوة دي؟ إذا كان خزاناتها ممتلئة أو دول الكبرى خزاناتها ممتلئة؟ لو هي ممتلئة فهي عايزة استمرار التوافر النفط عشان انهيار السعر أمريكا كانت بتنظر ودول أوروبا كانت بتنظر أن النفط سيتجه إلى تخفضات سعرية كبيرة وخصوصا لازم نعرف أن سعر النفط في خلال 3 تشن انخفض من 120 دولار إلى حوالي 83 دولار وده خفض كبير جدا في فترة وجيزة وبالهذا المعدل احنا قلنا حيصل السعر للنفط إلى مستويات 50 و60 دولار في فترة وجيزة قادمة وده بالنسبة لدول المنتجة للنفط ودول أوبيك بلاس يعتبر يعني مؤشر سلبي جدا لمستقبل سعري للنفط اللي هو يعتبر الدعم الأساسي لإقتصاد الدول بس هو كان كده من سنة متحد بي يعني احنا كنا من سنة بنتكلم في 62 دولار و65 دولار للبرميل قبل الأزمة بس ما تنساش احنا كنا قبليها يعني احنا عشان نوصل من 65 كنا قبليها وصلنا ل8 يعني عشان تاخد أوبيك بلاس توصل تاني ترجع من 8 أو منقص أقل من 8 دولار لبرميل النفط ما هي توصل لـ 50 و60 دولار أخدت فترة أكتر من سنة وعلى أساسها أنت تعرف وكل الناس حست اللي حصل في اقتصادات العديد من الدول وخصوصا الدول الشقيقة في المملكة العربية السعودية والكويت وخلافه وتاخذوا إجراءات حماية لحماية اقتصادهم بشكل كبير جدا وكانت إجراءات صعبة يعني هم يعني فرضوا ضرايب على الشعب وفرضوا ضرايب على النشاط الصناعي والنشاط التجاري في المملكة ودي كانت إجراءات صعبة جدا بالنسبة للشعب ومن هنا طبعا الدول دي مش عايزة تعيد القرى مرة أخرى وأنها تتعرض لتلك الأزمة مرة أخرى وكان هنا كان إجراء وقائي منها وخلي بالك ونبص بقى من ناحية تانية أن إزاي أوروبا كانت بتنظر أن هي تحط سقف سعري للنفط الروسي وفي حالة استغناء أوروبا وأمريكا أعلنت أنها ستكون في حالة استغناء تام عن الخام الروسي بمعنى أن النفط المتاح من أوبيك بلاس فيما عدا روسيا هو كافي للعالم يعني هذا معنى كده كانت أوبيك بلاس لازم تاخد قرار باستبعاد روسيا كمنتج رئيس للنفط بالنسبة للعالم لمستوى العالم وهنا كان الإجراء أن حالة الاستغناء الأوروبا الأمريكا عن النفط الروسي كان بيشكل علامة استفهام لتقرير أوبيك بلاس فيما اتنخذته من قرار طب هل ده هيزيد من الأزمة اللي حصلة في أوروبا خلال الساعات الأخيرة يعني بنشوف وبنسمع والعالم كله يعني يقدر أي حد دلوقتي يفتح يشوف أزمة محطات البنزين في فرنسا وإزاي فيه محطات بالفعل أفلت وإزاي فيه طوابير وعدم وجود خزانات وإزاي بعض ريفينرز أو معامل التكرير أفلت هل حرك شايف عامل التكرير آه أزمة عامل التكرير في فرنسا هل حرك شايف أن بالفعل بدأت أوروبا تدخل في الدوامة مبكرا وإحنا لسا ما بدأت نشف الشتاء لا 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 هذا غير صحيح إطلاقا أنا شايف أن أوروبا وأمريكا والدول العالم كلها في موضوع طوافر النفط عالميا هو النفط متاح بشكل سلس جدا والممرات العالمية اللي هي بتنقل النفط من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة للنفط الممرات كلها غير ما فيش ممر واحد معقد في نقل النفط وبالتالي النفط متاح والنفط متاح بكميات محددة تتوافق مع حد الطلب في أوروبا تتوافق بالنسبة لأوروبا كمان وده في ظل أن أوروبا لديها مخزونات ضخمة جدا من النفط إذا هنا إنما نقول أزمة وقود إذا هنا نقدر نقول لا الكلام ده غير صحيح إلا إذا ما كانت إلا إذا كانت فرنسا بتعتمد على الوقود الروسي وده غير صحيح يعني فرنسا لديها من معامل التكرير أو ريفاينري بتاعة الفرنسية وهي ممتدة مع الدول المحيطة بها تستطيع أن هي تغطي أي مشكلة لديها من المنتجات البترولية وأنا أعتقد أن ارتفاع الأسعار والتخوف من ارتفاع الأسعار بالنسبة للشعب الفرنسي أصبحت مشكلة هي المشكلة وليست المشكلة توفر المنتج لكن المشكلة هو ارتفاع سعر المنتج في معظم دول أوروبا وهذاك لازم يعني مثلا الشعب المصري يعرف أن الدول الأوروبية بتفرط ضرائب تعادل أكثر من ضحف تمن المنتج نفسه بالنسبة للوقود وبالتالي إحساس الشعب الأوروبي بالأسعار بالنسبة للطاقة أسعار يعني شعور مخيف هما بيتخوفوا بشكل كبير جدا لأن الأسعار والضرابة المحملة على سعر المنتج بتشكل عليه معيب ضخم جدا فبالتالي أزمة الإضرابات أزمة الإضرابات اللي هناك دي بسبب مشاكل في معامل التكرير مش بسبب إمدادات لا 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 على الإطلاق الإمدادات متوفرة يعني مش عايزة أقول أن هناك العديد من دول العالم تستطيع إمداد يعني مش عايزة أقول أن فيه خط مباشر بين الجزائر وبين فرنسا وفيه خامل ليبي بيروح إلى فرنسا بكيمات كبيرة جدا يعني حتى نوعية الخامات اللي فرنسا بتعتمد عليها متاحة لديها أنا لا أعتقد على إطاق أن فرنسا عندها نقص في الإمدادات بالنسبة للنفط أنا شاكر جدا وجود حراك معنا مهان سمتحة يوسف ناب رئيس هات البترول الأسبق شكرا جزيلا لحضرتك